السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم صلو وسلم وباركة على سيدنا محمد وعلى الله واصحاب الغر المهمين. ازايكم يا سنة تانية عددي عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض جرامر الوحدة التسعة. هنشرح الجرامر كله. تمام? فتعالوا نبدأ نقول بسم الله ونبدأ فيديوك بتاعنا على طول. من اسحل الجرامر اللي ممكن يعادة عليك هو الجرامر بتاع الوحدة التسعة. سعي جدا جدا. بس قبل ما نبدأ في جزئية قلت لكم هبدأ. يعني نشرحها مع بعض كده بس طبعا بتيجي معنا في الامتحان. الجزئية دي كانت على الكلمات بتاع الدرسين واحد واتنين. فهنقرب الكاميرا كده ونشوف مع بعض. بصوا هنا يا ولايات بيقول عشان تتكلم عن اللي هي الاشياء المفضلة فانت بتقول هنا دي هي اختصار اختصار تمام? اللي هي دي. تمام? طيب فانا بقول وممكن اقول الاتنين صح. بس كلمة يجيب وراها مصدر عطول. لازم يجيب وراها الفعل في المصدر. لكن لو قلت يبقى تول مصدر. شفت ان الكلمة واحدة ممكن تغير لك الجرامر كله. فلما تلاقي لازم تجيب وراها مصدر زي او دو او دو زي مثلا المثال ده يعني افضل ان انا انام بدري. طيب لو قلت اي بريفير بس من غير بود. لا دي بقى هيجيب وراها اما فعل في اي ان جي اما نون اللي هو اسم. زي اي بريفير بلايم فوتبول او اي بريفير فوتبول. انا مثلا اه سبورتز ستور. فتقول از اووز لو في الماضي. تمام? طيب كلمة انا مهتم بي لازم يجيب وراها برضو اي ان جي. زي ما شرحناها الدرس اللي فات وقلنا اه انتريستد ان لازم يجيب وراها في عالف اي ان جي. فقال هنا ام انتريستد ان ريدن. ما قالش ريد بس. لا. طيب لو هاد دي بقى اوبيني انا رأيي. فعندك كزا تعبير ممكن تقول from my point of view. I think. تمام? او in my opinion او it's made me feel. يعني جعلاني اشعر بكزا. او in my opinion. او افرام my point of view. السهلة عليك اكتبها. بس عشان ده تدي اوبينينز اراء. طيب لو عايزة بقى اقدم اقتراحات فقال لك كلمة recommend لازم يجيب وراها اي ان جي. لكن شرط زي ما احنا عارفين مصدر. يعني هنا لو قلت I recommend visiting. مش visit ولا to visit. لا. لازم بعد recommend لازم يجيب وراها اي ان جي. اما بقى لو قلت it's a good idea to. يبقى لازم فاعل في المصدر. خلاص دي كانت حاجة كده ايه ايه? اه تفيدني جدا جدا في المحابسة وكمان في الاختيارة. نروح بقى مع بعض على الجرامر بتاعنا النهاردة وهو ازاي عبر عن القدرة وعدم القدرة في المضارع. هو يمس وانا ممكن اقول في الماضي وفي المضارع اقول انا آآ قادر ان انا اعمل كزا او انا استطيع كزا. ليه هماضي اه? ان انت لو قلت مثلا في المضارع كان. فالماضي منها could. يبقى كده ماضي. وتعرف الماضي بقى من الكلمات الدل عليه زي. وانس ابنا تايم. تمام ده ماضي. مش قصتنا النهاردة. احنا قصتنا في المضارع. فعندك كزا تعبير. اول تعبير. واسهل حد عندك كلمة كان. يستطيع. الفيرب كان. يستطيع. هو ماضي الفيرب. فهنا كان لازم يجورها فعل في المصدر. طب هتتشرت يا مس على الفعل اللي هي جاب لها? لأ. جاي مع المفرد والجامعة كله. فتقول اي كان. هي كان. وي كان. بس لازم يجورها انفينيتيف في المصدر. زي هي تقدر ترسم آآ بتاع ده صورة. لو عايز ان في بقى فبقول كانت. اللي هي هي خلاص بقى انا في النافي بحط انها بسترو في تي. هي اخرها ان. فنحط بسترو في تي بس. او ممكن تكتبها كان لوحديها ونط. زي كده. كان نط. طبعا دي او دي الاتنين ايه? صحة. طبعا دي ايه? يبقى كان نط. بس احنا عشان كبيرنا مش هكتبها كان نط فهكتبها كانت. برضو كانت مع اي فعل مفرد او جامع ولازم مراها مصدر. يبقى كان. انا فيها كانت. ولو سهل بكان بجاوب بيس او نو. ونعجب سوى الكلمتين والكلام اللي انتوا عارفينه السهل ده. جات سؤال. جات نافي. جات آآ جملة عادية. آآ اثبات لازم يجو راها مصدر. تمام? بصوا جده بالسؤال. قال ايه? كان يسعي كان. عندك كان وجاي معها اهي مصدر. يبقى كان يا ولا ده بما نشوفها في الجملة. او كانت لازم لازم فعله في المصدر. خلاص? دي معناها يستطيع. دي خلاص خلاصنا منها سهلة جدا. نيجي بقى للحاجة اللي من لغبطة ناس كثير. مش عارفة لما عندناها سهلة. عندنا كلمة او نوز هاو تو. نو هاو تو يعني يعرف كزا. يعرف ان هو يعمل الحاجة دي. فدي بقى بتيجي في المتحاني ازاي احفظها كآآ محطات. فمسلا المحطة الاولى هنا الفعل. المحطة التانية نو او نوز. المحطة التالتة هاو تو. المحطة الرابعة لازم يفعله في الايه في المصدر. طيب ايه فرق ما بين نو ونوز. نو تيجي مع الجامع. اللي هم اي وي 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 وذي. نوز تيجي مع المفرد. طبعا اللي هي هنا صينت. لازم بعد الاتنين دول سواء كانت جدي او دي لازم هوتو. يعني كيفة ان. وبعدها لازم مصدر. تمام? طيب مين بيجي مع النو اي وي وي وذي واي اسم جامع. ونوز هي وشي وت واي اسم مفرد. تمام? زي. حبيبة نوز هاو تو رايت اسكريبت. حبيبة تعرف تكتب اسكريبت ازاي? طيب حبيبة هنا مفرد. يبقى تاخد نوز اللي فيها اس زي ما احنا بنقول ايه? هي وشي وقات بي. حابه الاس. هي وشي وقات بي. حابه الاس. معنا طبعا اي اسم مفرد. فهنا قلنا حبيبة مفرد. خدت نوز. طيب اي. لا اي من الجامع يبقى نو. وبعد كده تكتب هوتو عادي جدا. وبعدها الفعل في المصدر. يبقى هم اربع محطات عشان ما تلقبطش نفسك. تمام? يبقى عندنا الفعل. وبعد وبعد المصدر. طيب لما حبا فيها هميسة هقول هنا نط وهنا نط. لأ بقى. ترجع عن المدارع البسيط عادي جدا. اللي هو بانتب ايه? بضونت او دوزنت. ضونت او دوزنت. اهم. عندنا هنا ضونت ودوزنت. الاتنين دول بقى يجب ورهم فعل في المصدر اللي احنا باخدين في المدارع. سؤال ونفس الفعل في المصدر. يبقى لازم بقى ضونت ودوزنت اخد نو هاو تو. ولازم برضو وراهم مصدر. طيب اه ضونت مع مين? مع الجامع? او دوزنت مع مين? مع المفرد اللي بيحبه الاس? طيب هنا قالت ايه? I don't know how to do calligraphy. ما عرفش ازاي اعمل فن الخط. طيب هي مينفعش بقى ضونت فتكون ضونت ولازم بعدها نو. وبعدين هاو تو والفعل في المصدر. تمام? طيب اسأل بيه مس انت مش نفيد بدونت ودوزنت يبقى تسأل بدو ايه? ودوز. وبعد كده الفعل اللي اللي عليها الدو يجمعها يو او دي او اسم جامع. ودوز هي او شاو اتو ايه اسم مفرد. وبرضو في السؤال يا ولاد لازم نجيب فعلة في المصدر. فهنا زي ما احنا اخدنا هنا مع الدونت ودوزنت مع الدوداز اخد نو برضو. وهو تو برضو الفعل في الايه في المصدر. بص كده. اه يبقى احنا هنا عرفت انه نوز هاو تو او نو هاو تو لازم يجوه اراهم فعل في المصدر. وده برضو بيعبر عن القدر. انا اعرف ازاي اعمل الحاجة دي. لو هنفيها فبقى او دونت او دوزنت لازم معاهم مصدر. بص بقى عندك دونت ودوزنت ودو دوزن. المهم لما تقفش اي واحدة من الاربعة دول يبقى لازم اراها نو مصدر. وبعد كده هاو تو وبفعل في المصدر. تمام كده? سهلة جدا. يبقى هما ستة حاجات. لو مسلا هنقول هنفرنتهم مع بعض. لو قلت هنا مع الجامعة هتجيب معاها نو او دونت نو او دو والفاعل هنا وبعدين برضو نو. دول الجامعة اللي هما مين اي ويو ويو دي وهي وشو ات طيب. لو هنتكلم على المفرد اللي هما بيحبوا الاس. لا يا باشا المفرد يجي معا نوز او دوزنت نو او دوز اهو وبعدين برضو الفاعل وبعدين برضو نو. يبقى نوز جات في حالة واحدة بس اللي هو في الاسبات مع المفرد. لكن البقى يقول واخد نو 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 تمام? بس قدنا خلصنا منها. طيب هم يجي ازاي في الاسئلة هميس? اول حاجة هو هيجيب لك الفاعل. اوكي? تاني حاجة هو بقى ممكن ينغبطك فيها في الامتحان هي نو ونوزي. يقول لك بقى ايه? لا نو اللي غلط تبقى نوز ونوز تبقى نو الكلام ده. تالت حاجة اداة الاستفهام هاو. ممكن يحط لك وات وين وار هو اللي هي من دابلو اتش او دابلو اتش واي واي. تمام? لماذا? يبقى خالي بالك ان احنا لأ احنا اداة الاستفهام هاو. تمام? اه الحاجة اللي بعد كده ان هو بدل يخليها مسلا يخليها ان. طيب الحاجة التانية اللي ممكن هي لغبتها في الامتحان اللي هو الفعل في المصدر. تمام? يحط له اي اضافة يخليه في التصريف التانية غير منتظم في الماضي. فانت تبقى عارف. يبقى ان دلوقتي لما قلت لك احفظهم محطات عشان نيجي في الامتحان كده هيحوش حاجة منه ويقول لك اشتغل انت يا باشا بقى. تمام? ممكن يجيب لك تمام? نو كده ويحط لها نط نافئهم. يبقى انت في الحالة دي هتنفهم على حسب الفعل الموجود. تمام? يبقى عندي ومعها تشوف لو جامعة تبقى لو هتبقى لو مفرد هتكون تمام? تخلي برضو بالك من التركات دي. يبقى كل الحاجات دي لازم تخلي بالك منها وانت بتحل الجملة بتاع نوها وتو عشان ما تتلغبطش. تمام? قد نقولت لك على كل التركات اللي ممكن تلاقيها او تلغبطك. نيجي بقى عند كده الكلمة ايبل تو. ايبل تو يا ولاد معناها قادر على. قادر على. يجي قبلها ايه ام او از او ار لان هي صفة. تمام? لازم بقى بعد ايبل تو هنجيبه الفعل في المصدر. فبردو هنمشيها كم محطة اربعة. وان. وبعدين الفعل في المصدر. طيب مين بيجي مع الام الاي? ومين بيجي مع الاز المفرد اللي هو هي وش هو هتو اسم مفرد? والار بتيجي مع الجامعة واي اسم ايه? جامعة يو وي وذي واي اسم جامعة. بقى عند كده ايبل تو دي خلاص بتاعنا فاحنا مش هنيجي جنبها. ولا حط لها اس ولا اي دي ولا الكلام ده كله. فهتبقى ايبل وبعدها تو وبعدها الفعل في المصدر. هو بقى ممكن يجي في الامتحان زي ما قلنا. ممكن يجيب لك الفعل عادي. يشيل اما او ازا او ار. ويقول لك حط انت بقى هباشا. تمام? اه يشيل ايبل تو يخليها ايبل بس من غير تو. فانت لازم تحط تو. يحوش بقى الفعل في المصدر ويضيف لك اي ادفات للفعل ده. فانت لازم تخليه مصدر. يبقى لازم تبقى عالف الحاجات دي. طيب زي الامسل اللي هم الديهاني هنا. عايزا في بقى ميسة هتمسك فير بتو بي اللي احنا قلنا عليه دلوقتي وتحط له ناط. تمام? احنا طبعا ايام بتكون اختصار فما ينفعش معها ناط كمان اختصار. فبنقول ايام ناط. وبعدين ازا انت وار انت وبردو ايبل تو وبردو الفعل في المصدر. بيقول لك مصطفى از انت ايبل تو اكت. اه ده نحينا عندي مصطفى مفرد. يبقى از ولو هنفيها تكون ناط وايبل تو ولازم فعل في المصدر. تمام? لو سأل يامسة هيسأل باما ويزا وار وبعدين الفعل وايبل تو الفعل في المصدر واحد كزا ولو سأل بيزا وار بنجاو بياس او نو. خلاص? بس كده قادل ايه? التعبير عن القدرة يبقى عندنا كان عكسها كانت ولازم يجوها فعل في المصدر. بعد كده عندنا نو هاو تو نوز هاو تو دونت نو هاو تو دوس انت نو هاو تو لو سأل بدو دوس بنجيب وراه برضو نو هاو تو لازم فعل في المصدر. ايبل تو لازم قبلها اما ويزا وار وبعدها فعل في المصدر. تمام? بس قادل جرمهر بتاعنا. اقفش بقى فيهم كده وركز معي عشان هنبدأ نحل. تعالوا نشوف الحل كده. اول حاجة. دو جو نو. الله ماذا بيجو ورا ايه بقى ميس هاو اها. اداة الاستفهام اللي قلت لك عليها اللي هي ممكن بقى ايه يغيبها وانت بتختار. فلازم تحفظ كلمة هاو. كيف? طيب. دو جو نو هاو. فين بقى هاو ده انا عندي تلاتة. هاو فيكس? والهاو تو فيكسي? والهاو تو فيكس? احنا عارفين هاو تو. فعل في المصدر يبقى هاو تو فيكس. بعد كده رقم تلاتة. خلي بقى لك من بط دي. لو اللي قبليها منفي بيكون بعدها مزبط. لو اللي قبليها مزبط بيكون بعدها نفي. خلاص? طيب. انا عندي هنا كنت من سناخد كان. لأ اركز معي عشان هنا في تو. ايه اللي بيجي وراها تو? ايه بول تو. طيب اللي هي بتجي معها ايه ولا ايه انت? احنا قلنا بط دي بتاعكس. بتاعكس. خلاص? اول ما تلاقيها هنا في نفي. يبقى تجيب هنا اثبات. يبقى مش هتنفع دي. يبقى هنا. يبقى هو ما كانش بيقدر يعم بس دي اللي وقت. هو ايه? اه اه بس هو بيلعب كرة اه قدم كويس جدا. يبقى. نشوف اللي بعديها. خلاص يا مسا انا لقيت يبقى لازم قبلها اماوزة و ار. انا ما عنديش غير الار هي اللي بتجمع ليهم. هي از مني بيجي بعد از اماو از اا ايبول تو? فين بقى ايبول تو? اهي. وما تاخدش ايبول بس لان انت ما عندكش هنا تو. لو في هنا تو كن هنختار ايبول. طيب نكمل باقي الحل. بيقول هنا. خلاص بقى ده في تو ويبقى نجيب فعل في المصدر. بيقول احنا انا بتكلم مع الناس في اه نادي الدراما عن التمثيل. يبقى كانوا الايبول تو ولا از ايبول ولا ايبول. طبعا ما هنفعش ولا واحدة من دول لان دي لازم يكون قبلها ايام. دي بعدها تو والاي هنو تاخدش الاز ودي طبعا ما ينفعش فهنقول اي كان. هنا بقى آآ داليا نقط سويم بط شي كان فلايا كايت بط اهي عندك اللي بعدها كان ازبات يبقى هنا عايزي النافي. طيب داليا هتبقى ضمت ولا ازنت ولا كانت ولا آآ هزنت لا طبعا هتكون كانت. هي ما بتقدرش تعم بس بتقدر تطير الطيار الورق. طيب رقم تسعة رؤية ايبول تو. خلص بقى مثلا عندي ايبول تو يبقى اماو زوار. رؤية دي مفرد فهتختار مين از بعد كده رقم عشرة. هنا دو يو. مين بيجي مع دو? يبقى عندنا نو هاو. طيب هنختار نو هاو ولا نو هاو تو? لا نو هاو تو دي. لا تعبير على بعضي لوكش واحدة كده. تمام? طيب تعال نشوف هنا. بيقول هنا ايه? دوز علي نوز. ازاي عندك دوز و ازاي نوز? احنا قلنا دو دوز فعلا في المصدر على الطول فهيكون نو. اي كان بلاي. ده انا عندي كان خلاص الموضوع خلص يبقى هنقول ايه بلاي? يو كان هاو تو دو اني اه ده ده في سؤال بقى امس. وانا عندي هنا هاو تو يبقى هنسأل بي دو او دوز. اليو هنا نسأل باي? دو. يبقى دو يو نو. تمام? هل تعرف ان يلتا مسلا تعمل اي نوع من انواع الفن? بعد كده اي اجنو هاو يبقى تو و سو تنزل. كان يو تو بلاي? ما هي مصدر يمسة بس سماعها كان احنا بنجيب مصدر من غير تو يبقى هتقول بلاي. اه دو يو نو واتو? لا احنا اخدانها هاو. تمام? علي ايبل بلاي تنز. اه خلاص بقى هو احدد لك ايبل. طب علي ده بيجي معها از. وبعدين ايبل. و ايبل لازم تيجي وراها تو. يبقى از ايبل تو. بعد كده صارها نو هاو تو بينت اسينري. طبعا عندك هنا هاو تو يبقى هناخد نو هاو تو. بس الصارة هنا مفرد فهنقول. طيب اللي ده انا عندي هنا كيه هنيبقى لازم مصدر فهتكون دو. اي بي ايبل تو طبعا عندنا ايبل تو هنا لازم ابلها ام و از و ار الاي هتاخد من ام? تمام? فيرب توبي ده اللي هو ام و از و ار او و از و ار. احنا النهار ده شغلين على ام او از او ار. عشان طبعا خلاص كده الدرس الاول والتاني خلاص نصول بقى الدرس التالت والرابع يمكن. ده حاجة صعبة ولا كده يمس? لا. ما فيش. ما مش عاجة صعبة. اصلا ما فيش بس الدرسين خمسة وستة فيهم بسيط قوي قوي. لازم تخلي بالك منه. ده يعني هو مش هو هيفيدك فيه موضوع الاختيرات والمحادسة. بيقولك ازاي تعمل ازاي تعمل دعوة وعرض او طلب. فليها كزا ايه? تعبير كده. احنا هنعمل ايه? هلم التعبيرات اللي بيجي وراها فعل في المصدر مع بعض. والتعبيرات اللي بيجي وراها الفعل في مع بعض. طيب كل اللي هقوله دلوقتي حاجات بيجي وراها المصدر او طول مصدر. اول حاجة احنا متفقين من اول الدرس ان احنا قلنا لما تلاقي حاجة فيها من اول الحصة لما شرحنا. قلنا لازم يجي وراها طول مصدر. قلتلك ده تعبير على بعض دي لازم تعرفه. معادة طبعا دي مصدر على طول من غير طول. فهنا بيقول لك يبقى لازم مصدر. مصدر. تمام? برضو مصدر. طيب المهم ان انا يمس افشت في التعبير ده. يبقى لازم تول مصدر. مصدر بس? لأ. يبقى لازم تول مصدر. يبقى لازم تول مصدر. خلاص دي من الحاجات اهي تول زائد المصدر. دي الحاجات اللي بيجي معنا تول مصدر. نجل الحاجات اللي ييجي وراها اه مصدر بس. الحاجات دي ييجي وراها مصدر معادة دي. عندنا اللي هو اه ممكن كزا. تقريبا احنا خدنا كرم الاول على مقزون. بيجي معها فعل في المصدر. تمام? اه ودايما غالبا بيكون او لازم يجي معها فعل في المصدر. لما تبص هنا ما حدش يقول لي ان هو في ده هو غلطان هنا لأ. ده الاساس بتاع الفعل. تمام? طيب. شل بقى ما يفعش جواب على بيسه ونولة وسألني. بنجواب عليها او 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 ايديا. تمام? اهي. نجواب لك عليها. الاجابة بتاعتها بتكون او او ايديا. عشان لو جت لك في الاختيارات ولقيت الاجابة بتاعتها كده يبقى اه دي اشل. او بادا جود فبنقول له خلاص. فدي الاجابة بتاعتها. يبقى تعرف ان احنا سألنا بشعل ايبقى اشان لازم يجوره مصدر ايه كمان? تمام? سوف يبقى برضو مصدر. لو لقيت كان زي ما احنا يستخدمها شوية برضو لازم فعل في المصدر. لو لقيت كد برضو مصدر. اه بعد كده برضو هنا في كد اهي لازم يكون فعل في الايه في المصدر. طيب فيه بقى تعبير خلي بالك منه عشان مهمة قوي. او دو يو مايند او دو يو مايند هنا في اف. هنا ما فيش اف. فلما ما تلاقيش في اف يبقى لازم تجيب فعل في ايه انجي. يبقى او دو يو مايند او دو مايند. مايند لو ما فيش اف فانت هتجيب الفعل في ايه انجي. لو في اف يبقى مصدر. تمام? اهو مصدر. خلاص كده يبقى كل الحاجات اللي احنا اخدناها مهارة بيجورها مصدر مع عدد تعبير بتاع تمام? لازم فعل في المصدر. هنا بقى هل تحبيني ان انا اعمل لك كزا? تمام? طيب لازم فعل في المصدر. يبقى انا عندي اي حاجة فيها يبقى دي لازم تجيب المصدر. كان لازم دي فعل في المصدر بس من غير تجيب المصدر. الحاجة الوحيدة اللي بيجمعها لو لقيت يبقى من غير اف اهو يبقى لازم فعل في اي ان جي. اوكي? والامثلة هنا موضحة كل حاجة. خلاص كده يا شباب بس قادينا لخصنة الدنيا دي كلها يبقى في حاجات بيجورها مصدر في حاجات طول مصدر في حاجة اي ان جي. الحاجة الواحدة اهي عامل لك قدامها نجمة اللي هي بيجي معها اي ان جي. اهي اي ان جي. دي الحاجة الوحيدة. في حاجات يجي معها مصدر زي شال اهو 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 مكان كود تمام? دي مصدر. would you like? يبقى طول مصدر على طول. طيب تعالوا نحل على الكلام ده. بص معاك كده بيقول هنا you like sugar in your coffee? no thanks. يبقى هنا عندك you like? يبقى would you like? احنا قلنا تعبير هو لوكش على بعضي كده احفظه. شال اي? ده انا عندي شال يا ميسي. يبقى جيب فعل في اي في المصدر. هاخد bring. بص بقى لما حطلها اي ان جي هيبقى bringing. تمام? او لا? دي مش عايد انا. do you mind if? الله. يا ميسي ده انا عندي هنا mind وقامعة if. يبقى لازم ناخد ايه? مصدر. تمام? طيب. would you like? يبقى طول مصدر. to see. مش to seeing. احنا قلنا التعبير على بعضي. I was wondering if you would like. برضو عندك هنا would like. ما تتخدش من التعبير اللي قبلها ده. لا. انا عندي هنا would like. يبقى to come. تقول مصدر. I'd like. اهيه. ازاي ما احنا حافظينها. I would like. اللي هي I'd like. تمام? I will. في well. يبقى لازم مصدر. do you mind if I? برضو عندك هنا if. يبقى لازم فعل في المصدر. من غير if. هنختار فيها اي انجي. she wonders if you could your homework. او ده انا عندي هنا could. يبقى do. I like to invite you. انا احب ان انا اضايك. يبقى ابستروف دي. اللي هي اختصار would. طيب تعالوا نشوف هنا بيقول would you to like? لا هنختار like بس. طب ليه ما كتبتش like to لان هي في to هنا. تمام? طيب would you mind help me? دي بقى ما عندكش if. فهتكون هنا mind من غير if. يبقى i n g. ودي الحاجة الوحدة اللي انت اخطار طيب do you mind open? برضو mind بس من غير if. يبقى opening. تمام? بعد كده shall i bring in? no. هتكون bring عشان shall. تمام? what time should i? لا هتكون come. عشان should. بعد كده would you like to watch? ايه. بعد كده i get you some tea if you like. هجب لك شوية شاي لو انت عايز يبقى هنقول له i will. i will get. بعد كده could you opening? ده انا عندي هنا could. يبقى open. تمام? بس كده يا شباب. ادي الجرومر بتاع الواحدة التسعة سهل جدا 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 من اسهل الجرومر اللي ممكن يعد عليك في الانجليز كله. بس تخلي بالك من الحاجات اللي بيجي وراها طول مصدر والحاجات اللي بيجي وراها مصدر بس. عشان بتلغبط الناس كتير. بس ان شاء الله بعد الفيديو ده مش هتطلغبط تاني ابدا ما بين تول مصدر والاي ان جي والمصدر. تمام? بس خلص الفيديو بتاعنا اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في الفيديو جديد وقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.